السعلبة دي من الحاجات اللي قعدنا كتير كتير لغاية ما بتدينا نعرف نحط لها قانون علاجي أو بروتوكول علاجي وبقت دلوقتي الحمد لله الحمد لله من الحاجات اللي بقت بتخف يعني احنا بنفرح اولا ما بنلاقي حاجة دخلت من عدم الخفافات لانها بقت بتخف وبقتنا نعمل لها كنترول فبقت الحكاية بقت سهلة اولا ده من امتى يا دكتور بقى بدأنا نسيطر عليها بالشكلة نسيطر عليها ده ما فيش سنة حاجة حديثة جدا بقنا الاول نعرف هي نشطة ولا مش نشطة اه دي كلمة جديدة خالص على التعلبة يبقى ايه هي التعلبة حتة دائرية دائرية بقت خالية من الشعر تماما ممكن في الفروة وممكن في الدقن وحتة الدقن دي ممكن الحاجم هبص دي مثال حي ده تحسن لبني ادم اصلا اه حتة سقطة يعني حتة مرة واحدة في يوم اتنين تلاتة لقا ما فيهاش شعر ونعمة ونعمة خالص ما فيهاش اي حاجة تاني هي ديت اللي بنقول عليها باللغة الانجليزية قالوا بيش يا رياتة اه وديت كذا بطشا ممكن كذا بطشا احنا هنا بتبقى بالاتصادة يا دكتور عاصم وساعت بتاخد الشعر كله هي دي بتاخد الشعر كله لكن شوف ازاي عرفنا ما شاء الله بقت بتتعالج لغاية الاخ يعني بقينا على الاقل فيه حاجات اسمها دير موفيت وابا راهن بقينا بندهنها مرهم للفروة بحيث انها تتغطى دي مطيارة الحاجب شوف ازاي هنا بس هنا ضروري نفرقها بينها ومن واحد تاني اسمه الشد الشعر او اللي هو بنيعود ويشده شعر الحاجب الاتنين شبه بعض لكن مع وجود الترايكوسكوبي او الحاجات دي بقيت التشخيص المقارن سهل بس دي برضو بكل دول شو بقى حصل ايه دلوقتي كمان في حاجات لانها بتاخد شعر الجسم اي حاجة برا لفروة الراس العلاجها اصعب يعني فروة الراس اسهل في العلاج اسهل واحدة من اي حاجة تاني اللي في الدقن دي صعب اه دي كانت يعني قبل وبعد وسبتت وخف وما بقاناش نتضحك علينا من لق السعلبة عشان كده التعلبة ديت لقمها اللقمها يعني خفت فرحنا وانتهى الموضوع على كده بقينا بنعمل ايه بقينا نعرف نعالجها ما نوقفش العلاج حتة ما نوقفش العلاج دي الا لو الا لو الاكتيفتي راحت شفت الكلمة الجديدة دي يعني النشاط اه النشاط النشاط ده بقينا بنعرفها منين مش بعينة بجهاز اسمه ديرموسكوب لو فيها بلاك دوتس كده او الشعراية في البريفري او اللي هي ديرمايدور فيها عاملة اكسيكلميشن مار عارف ايه هي عارف دي علامات التعجب علامة التعجب يعني ايه يعني الشعراية من فوق تخينة ومن تحت رفيعة من فوق تخينة ومن تحت رفيعة دي لو جيت لقناها على الحدود بتاع السعلبة ده لسه سحبة يعني ايه لسه هتسحب دي النشطة اه نشطة جد فدي ما نوقفش العلاق اشتركوا في القناة